الله أكبر الله أشهد أن مولانايا أمير المؤمنين علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العلي العظيم البشر الذين مضوا بالمليارات أضف عددهم إلى البشر الموجودين زد على ذلك عدد الجن وتعلمون عدد الجن أضعاف عدد البشر أضف على ذلك عدد الملائكة وهو مليارات أضعاف البشر والجن كم يكون المجموعة مليارات ومليارات المليارات على نحو الضرب أقول لا على نحو الإضافة من بين كل هؤلاء وهذا العدد الكبير لا يتمكن أحد أن يبين للبشر وللجن وللملائكة بيانا صحيحا لأهم معلومة يلزم على البشر أن يعلموها لا يتمكن أحد من هؤلاء أن يبين أهم وأخطر عقيدة يلزم أن يعرفها المكلفون من المخلوقات وهي العقيدة بالتوحيد لا يتمكن لا يتمكن أحد من الملائكة والجن والبشر السابقين والموجودين أن يبين المعنى الصحيح الدقيق لهذه العقيدة وهي عقيدة التوحيد إلا محمد وآل محمد صلوات الله عليه اللهم صلو على محمد وآل محمد ومن تعلم فإنما تعلم منهم إن تعلم كما لا يتمكن أحد منهم من الملائكة والجن والبشر أن يبين المعنى الصحيح للتوحيد كذلك لا يتمكن أحد منهم أن يبين صفات الله سبحانه وتعالى إلا محمد وآل محمد اللهم صلو على محمد وآل محمد كما أنه لا يتمكن أحد أن يصف النبي صلى الله عليه وآله اللهم صلو على محمد وآل محمد وصفا صحيحا إلا علي وآل علي صلوات الله عليه اللهم صلو على محمد وآل محمد هذه الأصول الثلاثة الأول من أصول الدين الأصل الرابع من أصول الدين أي الإمامة كالأصول الثلاثة الأول لا يتمكن أحد أن يبين المعنى الصحيح الدقيق للإمامة لا يتمكن أحد أن يبين مواصفات الإمام لا يتمكن أحد أن يبين صفات الأئمة الأثنى عشر عليهم الصلاة والسلام إلا أمير المؤمنين سيد الأئمة وأولاده الطاهرون عليهم الصلاة والسلام لا يتمكن أحد وقد بيّنوا هذه أهم العقائد بيّنوا التوحيد في المئات من الأحاديث الشريفة بيّنوا صفات الله في المئات من الأحاديث الشريفة بيّنوا ما يرتبط بالنبوة وبالنبي صلى الله عليه وآله في المئات من الأحاديث الشريفة بيّنوا الأصل الرابع لإمامه في المئات من الأحاديث الشريفة اليوم على ترتيبنا في الأسابيع الماضية أذكر لكم مقطعا من حديث شريف واحد عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيما يرتبط بالإمامة فيما يرتبط بمقام الأئمة عليهم الصلاة والسلام بمكانتهم بالتكليف الثقيل الذي جعله الله سبحانه وتعالى في أعناقهم بما كان يجب عليهم وبما أدوا هذا الحديث الشريف خطبة للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خطبها في يوم غدير في إحدى سنية حكمه الظاهري هذه الخطبة الشريفة قرأت لكم في الأسبوع الماضي مقطعا منها فيما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله الإمام صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الخطبة في بداية الخطبة يحمد الله سبحانه وتعالى ويذكر وحدانية الله سبحانه وتعالى بالمعنى الدقيق بكلمات قصيرة ولكنها عميقة جدا ذكر الصفات الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ذكر ما يرتبط عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا المقطع ذكرته في الأسبوع الماضي ثم مباشرة بعد المقطع المرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله مباشرة أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام عرج على قضية الإمامة وعلى بعض ما يرتبط بالأئمة عليهم الصلاة والسلام مما ينبغي للمؤمن أن يعرفها بل يلزم على المؤمن أن يعرفها قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع وإن الله تعالى بعد ذكر النبوة يقول عليه الصلاة والسلام وإن الله تعالى جعل وإن الله تعالى اختص لنفسه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل اختصهم لنفسه وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله من بريته خاصة علىهم بتعليته وسما بهم إلى رتبته وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن أنشأهم في القدم قبل كل مذروق ومبروق أنوارا أنطقها بتحميده وألهمها بشكره وتمجيده وجعلها الحجج على كل معترف له بملكوت الربوبية وسلطان العبودية واستنطق بها الخرسات بأنواع اللغات بخوعا له بأنه فاطر الأراضين والسماوات وأشهدهم خلقه وولاهم ما شاء من أمره جعلهم تراجم مشيته وألسن إرادته عبيداً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يحكمون بحكمه يحكمون بأحكامه ويستنون بسنته ويعتمدون حدوده ويؤدون فروضه في مقطع آخر من هذه الخطبة الشريفة الرائعة العميقة المضمون العظيمة المعاني يقول المولى عليه الصلاة والسلام ولا يقبل يعني الله عز وجل ولا يقبل توحيده إلا بالاعتراف لنبيه صلى الله عليه وآله بنبوته ولا يقبل ديناً إلا بولاية من أمر بولايته ولا تنتظم أسباب طاعته إلا بالتمسك بعصمه وعصم أهل ولايته فأنزل على نبيه صلى الله عليه وآله في يوم الدوح يعني في يوم الغدير ما بين به عن إرادته في خلصائه وذو اجتبائه ثم بعد ذلك بمقطع يكمل قضية يوم الدوح يوم الغدير يقول صلوات الله وسلامه عليه وأكمل الله دينه وأقر عين نبيه والمؤمنين والمتابعين وكان ما قد شهده بعضكم وبلغ بعضكم وتمت كلمة الله الحسنى على الصابرين ودمر الله ما صنع فرعون وهامان وقارون وجنودهم وما كانوا يعرشون دقائق عند هذه الكلمات النورانية نتوقف عند هذه الكلمات بعض الشيء هذه الكلمات بحاجة إلى وقفات ووقفات بحاجة إلى فترات وفترات بحاجة إلى كتب وكتب هذه الخطبة لوحدها تحتاج إلى شرح كتب من علماء كبار وقفة سريعة عند هذه الكلمات عند بعض هذه الكلمات يقول صلوات الله وسلامه عليه وأن الله تعالى اختص لنفسه اختص لنفسه يعني ماذا؟ كل الخلائق خلائق الله هذه الكلمة في كتبه في التفاسير تفاسير القرآن الكريم لها شرح شرحوها في التفاسير بمناسبة آية وأن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله من بريته خاصة علىهم بتعليته كلما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رفع هؤلاء علىهم الله عز وجل علىهم بتعليته بتعليته النبي صلى الله عليه وآله مع النبي صلى الله عليه وآله كلما كان النبي صلى الله عليه وآله يرفعه الله سبحانه وتعالى يرفع معه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علىهم بتعليته وسما بهم إلى رتبته وجعلهم الله عز وجل جعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الدعاة إليه إليه يعني من؟ يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الذي يدعو إلى رسول الله؟ دعوة حقيقة الدعوة الحقيقة وجعلهم الدعاة بالحق إليه دعاة بالحق دعاة بالصيدق دعاة واقعيون منهم؟ الله عز وجل جعل أهل البيت الدعاة بالحق إليه إلى رسول الله من الممكن إرجاع هذا الضمير إلى الله عز وجل يعني وجعلهم الله عز وجل جعلهم جعل أهل البيت الدعاة بالحق إليه إلى الله والمعنى واحد الدعوة إلى رسول الله بالذات هي هي الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله بالذات هي هي الدعوة إلى رسول الله لا يوجد فرق لا توجد اثنينية أصلا طريق واحد دائما الحق واحد الباطل كثير وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه يوجد أحد يدلي على رسول الله أو يدلي على الله سبحانه وتعالى غير أهل البيت أبدا الذي يدلي الأدلاء بالإرشاد عليه على رسول الله أو على الله سبحانه وتعالى هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لقرن قرن وزمن زمن هذا يحتاج إلى وقفه كل واحد من أهل البيت عليه الصلاة والسلام له فترة محددة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في فترته له دور خاص لا يؤديه إلا الإمام الصادق لا يمكن أن يؤدي هذا الدور على الإمام الباقر ولا يمكن أن يؤدي هذا الدور على الإمام الكاظر الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام له دور معين هذا الدور لا يؤديه سيد الشهداء ولا يؤديه الإمام الباكر كل واحد من المعصومين له دور لا أنه لا يتمكن كل المعصومين يتمكنون يتمكنون أن يؤدوا كل الأدوار ولكن هذا ترتيب الله سبحانه وتعالى هذه القضية قضية تكتمل شيئا فشيئا فكل واحد منهم له دور محدد لا يمكن أن يؤديه الإمام السابق ولا الإمام اللاحق لقرن قرن وزمن زمن من هنا تبدأ الصراحة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من هنا يبدأ كلمات بعض المؤمنين لا يتحملون لا أقول الآخرون بعض المؤمنين لا يتحملون واقع نريد أن نقبل لا نريد أن نقبل هذا واقع هذا ورد في كلام المولى أمير المؤمنين وورد في كلماتهم وكلماتهم يقول عليه الصلاة والسلام وأشهدهم خلقه خلقه الله سبحانه وتعالى عفوا قبل هذا وأنشأهم الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت هذا هؤلاء أنشأهم في القدم قبل كل مذروق ومبروق الله عز وجل خلق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القدم هذه كلمة جدا عجيبة تحتاج إلى توقف يعني ماذا فقط إشارة أقول القدم يعني قبل الزمن يعني الله عز وجل خلق أهل البيت أول ما خلق حتى قبل الزمن هذا يحتاج إلى تفسير أنشأهم في القدم قبل كل مذروق ومبروق قبل أن يخلق أي شيء الله عز وجل خلق أهل البيت كيف خلقهم أنوارا أنشأهم في القدم قبل كل مذروق ومبروق أنوارا أنطقها بتحميده وألهمها بشكره وتمجيده وجعلها الحجج هذه الأنوار الله سبحانه وتعالى جعلها الحجج على من على أمة النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت كانوا الحجج على أمة النبي فقط لا جعلهم الحجج على كل البشر من أمة النبي ومن العصور السابقة على كل الجن قبل ولادة الأمة عليه السلام بعد ولادة الأمة على الملائكة لاحظوا عبارة الإمام وجعلها الحجج على من على كله معترف له بملكوت الربوبية أي مؤمن في أي زمن من البشر الإمام عليه الصلاة والسلام ما قال من البشر ما قال من الجن والبشر فقط من البشر من الجن من الملائكة كل معترف لله بالوحدانية بالربوبية الله عز وجل جعل أنوار أهل البيت الحجج عليهم لا تستغرب عندما تسمع الرواية الشريفة التي تؤكد أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الحجج حتى النبي وآهل البيت الحجج حتى على الأنبياء والأوصياء السابقين لا تستغرب كيف يمكن ما كانوا أنوارهم كانت ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يرجع الضمير إلى أنوارهم وجعلها جعلت تلك الأنوار الحجج على كل معترف له بملكوت الربوبية وسلطان العبودية واستنطق بها الخرسات الألسن الخرساء الخرساء ليست مسبة يعني الألسن التي لا تعرف الألسن التي ما كانت تعرف كيف تحمد الله كيف تقول كلمة التوحيد كيف تصف الله ألسن الملائكة هكذا كانت ألسن البشر هكذا كانت ألسن الجن هكذا كانت الله عز وجل أنطق تلك الألسن بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أهل البيت علموا الخلاء كيف يحمدون الله وجعلها وعفوا واستنطق بها الله عز وجل استنطق بهذه الأنوار الخرسات الخرسات الألسن الخرساء بأنواع اللغات بأنواع اللغات يعني ماذا يعني لغات البشر لا لغة الملائكة لغة الجين لغات البشر لغة الملائكة لغة خاصة واستنطق بهذه الأنوار بواسطة هذه الأنوار الله عز وجل استنطق بها الخرسات بأنواع اللغات بخوعا له تذللا له بأنه فاطر الأراضين والسماوات الخلائق ما كانوا يعرفون كيف يتذللون لله سبحانه وتعالى أهل البيت علموهم إذا كان النور أمير المؤمنين معلما لجبرائيل في بداية خلق جبرائيل كيف يذكر الله سبحانه وتعالى وكيف يخاطب الله سبحانه وتعالى فلا تستغرب أن يكون معلما لباقي الملائك وأن يكون معلما لباقي الجن وأن يكون معلما لباقي البشر إلى هنا كان من الصعب على البعض تقبل هذه المعاني منها هنا فبعت خلاص جلطة جلطة البعض يصاب العبارة التالية تصيب البعض بجلطة لا جلطة في القلب جلطة في المعرفة انفجار في الشرايين لا انفجار في شرايين القلب انفجار في شرايين المعرفة في شرايين الروح حتى لو أصيب أحد واقع هذا وأشهدهم خلقه الله سبحانه وتعالى عندما كان يريد أن يخلق مخلوقا جعل أنوار أهل البيت جعل أهل البيت شهودا عندما خلق السماوات جعل أهل البيت شهودا على خلق السماوات عندما خلق الأراضين جعل أهل البيت شهودا على خلق الأراضين عندما خلق البشر عندما خلق الملائكة عندما خلق الجن عندما خلق الجمادات عندما خلق النباتات جعل أهل البيت شهودا على كل المخلوقات وأشهدهم خلقه البعض يستشكل هذا خلاف القرآن الله عز وجل قال خلاف ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا هذه الإشكالات كذب على الله عز وجل أين الله عز وجل قال ما أشهدت أحدا من مخلوقاتي في خلق السماوات والأرض هذه الآية عن الشياطين اقرأوا الآية السابقة عليها وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم الشيطان وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم هم من الشياطين وذريته وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عدده أين قال الله عز وجل أنا ما أشهدت أي مخلوق في خلق السماوات والأرض أين قال لماذا تنسبون إلا الله سبحانه وتعالى ما لم يقول كذبا على الله هذا ويوم القيامة تترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة لماذا تكذبون على الله ما قال الله عز وجل في القرآن ما قال أنه ما أشهدت أحدا من خلائقي في خلق السماوات والأرض هذا الآية عن الشياطين واضح أصلا بديه ما أشهدتهم الشياطين الشيطان وذريته ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام القرآن يسميهم الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين كم الآية جميلة ورائعة ربنا آمنا فاكتبنا مع من؟ مع المؤمنين لا فاكتبنا مع الشاهدين يعني ماذا؟ إلهنا أنت أنزلت ولاية أهل البيت وبيّن ذلك أمير المؤمنين نحن آمنا بذلك ربنا آمنا بما أنزلت من ولاية أمير المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت والنبي بيّن واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مع هؤلاء الذين جعلتهم شاهدين على خلق السماوات والأرض شاهدين على خلق البشر شاهدين على خلق الجن هؤلاء أهل البيت رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام اجعلنا معه لأننا عملنا بهم هذه الآية المباركة ذهبتم وتشرفتم إلى زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عندما تريد أن تودع الإمام صلوات الله وسلامه عليه تقرأ الوداع وكم الوداع صعب حقا تودع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بعبارات وارد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كثير منكم قرأتم هذه العبارات عندما تريد أن تخرج تودع ترجع إلى بلدك ماذا تقول للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الوداع هذه الآية موجودة في وداع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته أني يأل زوار سيد الشهداء اليوم لعل بعضهم يقرؤون هذه العبارة تقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته أستودعك الله وأقرأ عليك السلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذه الآية المباركة ثم يقول الإنسان اللهم لا تجعله آخر العهد منا ومنه اللهم إني أسألك أن تنفعنا بحبه عبارة عن الأمام الصادق وارد تعفظونها بعضكم لعله يحفظ هذه العبارة في وداع الأمام سيد الشهداء تقرأ هذه الآية في وداع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تقرأ هذه الآية في الزيارة الجامعة الكبيرة آخر مقطع الذي يقرأ الزيارة الجامعة بدقة يعرف المقطع الأخير من الزيارة الجامعة وداع طريقة وداع يعني تختلف الطريقة عن المقاطع السابقة بداية الوداع بداية هذا المقطع الأخير من الزيارة الجامعة هذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا مع الشاهدين هؤلاء هؤلاء الشاهدون شاهد نعم شاهد شاهد على كل شيء أفمن كان على بينة من ربه رسول الله ويتلوه الشاهد منه أمير المؤمنين الله عز وجل يسمي أمير المؤمنين الشاهد يسمي أهل البيت الشاهدين شاهدوا فقط شاهدوا خلقة المخلوقات لا المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتدرج وهذا التدرج موجود كثيرا في القرآن الكريم في كلمات أهل البيت وكم هو رائع يعني عندما يريدون أن يبينوا شيئا يذكرون مراتب يأخذون بيدك شيئا فشيئا يصعدوك الإمام عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال وأشهدهم خلقة فقط أشهدهم خلقة لا أكثر من ذلك وولاهم ما شاء من أمره ليس فقط شهود هم الولاة هم المنفذون هم الذين جعل الله سبحانه وتعالى الأمور بأيديهم يعني ماذا العبارة التالية شارح جعلهم العبارة جدا جميلة أدبيا جدا رائعة جعلهم تراجم مشيته المشية ليست كلاما لا تحتاج إلى ترجمة كلامية ترجمة عملية الشيء الذي يشاؤه الله سبحانه وتعالى عمليا ترجمه أهل البيت يعني ماذا يعني الله سبحانه وتعالى شاء خلق السماوات من الذي حقق مشيئة الله في هذا الكون من الذي باشر خلق السماوات أهل البيت الله عز وجل شاء خلق الأراضين شاء خلق الملائكة أهل البيت هم تراجم عملية للشيء الذي يشاؤه الله سبحانه وتعالى يعني الواسطة في الخلق يعني الواسطة في بسط الأشياء ليس فقط شهود كانوا كانوا شهودا لا جعلهم تراجم مشيته كل ما شاء الله عز وجل الله عز وجل شاء بسط الأرزاق من الذي ترجم ذلك عمليا أهل البيت شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التكوين الخاص بهذه الأنظمة الخاصة هذه مشيئة الله من ترجم ترجمة لسانية المشيئة ليست كلاما ترجمة عملية تحقيق ما شاءه الله عز وجل هذه تصيب البعض بالجلطة أم لا قبل ذلك أصيبوا بالجلطة في معرفته الحبارة التالية نفس هذا المعنى جعلهم تراجم مشيته وألسن إرادته هذه أيضا جميلة جدا الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من الذي يكون اللسان هو المظهر من الذي يكون مظهرا لإرادة الله سبحانه وتعالى الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هذا معنى إرادة الرب في مقادير أموره تهبط عليكم وتصدر من بيوتكم كما في زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وألسن إرادته لاحظوا الدقة في العبارة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مقامهم جدا عالي هذه الأمور التي نذكرها لا شيء ولكن بأتبار عقول البشر محدودة عندما كانوا يبينون هذه الأمور فورا كانوا يعرجون يبينون أنهم عبيد لله لا تتصور أيها الشيعي لكي لا ينحرف بعض الشيعاء والعياذ بالله تعالى لا يغالون لا تتصور أيها الشيعي أننا قلنا هذا الكلام نحن آله مع الله أبدا لاحظوا مباشرة الإمام يقول جعلهم تراجم مشيته وألسن إرادته عبيدا نحن عبيد لله عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا في القول لا في العمل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون نحن خلقنا السماوات خلقنا الأراضين خلقنا البشر خلقنا الجن خلقنا الملائكة كل ذلك بأمر من الله عز وجل لسنا آله مع الله نحن عبيد الله عز وجل أعطانا الله عز وجل كلفنا عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يحكمون بأحكامه ويستنون بسنته ويعتمدون حدوده الأطر التي جعلها لهم ويعتمدون حدوده ويؤدون فروضه ثم بعد ذلك صلوات الله على أمير المؤمنين يقول في مقطع آخر يقول ولا يقبل الله عز وجل لا يقبل توحيده إلا بالاعتراف لنبيه صلى الله عليه وآله بنبوته ولا يقبل دينا أي دين إلا بولاية من أمر بولايته حكمة الله اقتبات تقبل لا تقبل طبعا نحن نقبل إن شاء الله الذي لا يقبل لا يقبل ليس مهم هذا واقع هذه حكمة الله ولا يقبل دينا إلا بولاية من أمر بولايته شخص يقول أنا أعبد الله في المسجد كذا والبعض كان الزهاد فلان الزاهد في التاريخ موجود بعض الزهاد الثمانية بعضهم بعضهم كانوا مؤمنين وبعضهم ما كانوا مؤمنين يريد أن يتعبد تعبد إلى يوم القيامة فلس لا تسوى هذه العبادة ولا تنتظم أسباب طاعته إلا بالتمسك بعصمه وعصم أهل ولايته تريد أن تعبد تريد أن تسجد في المسجد مئات السجدات صل في اليوم والليلة عشرة آلاف أسباب عبادة طاعة الله لا تنتظم إلا بالطريق هذا فلان ربيع يسمى خاجر ربيع أطراف مشهد زاهد من الزهاد والبعض من المؤمنين لا يعرفون يذهبون إلى زيارة لا يعرفون من هو زاهد في أحد الحروب حروب أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أنا لا أتمكن أن أقتل المسلمين أذهب ذهب ذهب لكي لا يقاتل بين يدي أمير المؤمنين لأن الطرف الآخر مسلم وبعد سنوات استشد الإمام الحسين أصلاً ليس موهماً عنده سمع قضية الإمام الحسين استشاهد سيد الشهداء بتلك الطريقة المفجعة حتى ما لعن قتلة الحسين يا أخي السماوات والأراضون لعنت قتلة الحسين رسول الله صلى الله عليه وآله لعن قتلة الحسين الأنبياء لعنوا قتلة الحسين الملائكة لعنوا قتلة الحسين الله عز وجل لعن قتلة الحسين أنت أثقى من رسول الله لاحظوا الجهل لا أنا زاهد أنا متعبد في زاوية نظر في يوم القيامة من يأخذ بيدك ولا تنتظم أسباب طاعته إلا بالتمسك بعصمه وعصم أهل ولايته فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله في يوم الدوح يوم الدوح من أسماء يوم الغدير الكوميت هذا الشاعر العبقري العظيم الشهيد رضوان الله تعالى عليه قرأ قصيدته في محضر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قصيدته مشهورة ويوم الدوح يوم غدير خم عفوا لي ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيع ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثلها خطرا منيعة أو مبيعا البعض يقول يقولون المولى أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام رؤي في عالم الرؤية طلب أن تقرأ هذه الأبيات فلما قرأ ويوم الدوح يوم دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعها أضاف الإمام أمير المؤمنين بيتا مؤلما أضاف إلى هذه القصيدة المولى أمير المؤمنين قال ولم أرى مثل ذاك اليوم يوما ولم أرى مثله حقا أضيعا من أسماء يوم الغدير يوم الدوح فأنزل على نبيه صلى الله عليه وآله في يوم الدوح في يوم الغدير ما بين به عن إرادته في خلصائه وذو اجتبائه إلى أن يقول صلوات الله عليه وأكمل الله دينه اليوم أكملت لكم دينكم وأقر عين نبيه صلى الله عليه وآله والمؤمنين والمتابعين وكان ما قد شهده بعضكم بعض الحضار كان من أصحاب النبي كان موجودا في يوم الغدير شهد وكان ما قد شهده بعضكم وبلغ بعضكم وتمت كلمة الله الحسنى على الصابرين ودمر الله الله عز وجل بتعيين أمير المؤمنين دمر ودمر الله ما صنع أو ما كان يصنعه في بعض النساء ما صنع فرعون وهامان وقارون وجنودهم وما كانوا يعرشون كم العبارة هذه دقيقة في التشبيه فلان وفلان وفلان اقرأوا حياتهم بالضبط مثل فرعون وأمان وقارون اقرأوا حيات فرعون وأقرأوا حيات فلان اقرأوا حيات هامان وأقرأوا حيات فلان اقرأوا حيات قارون وأقرأوا حيات فلان وَدَمَّرَ اللَّهُ مَا صَنَعَ أَوْ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَقَارُونُ وَجُنُودُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اليوم طبعاً هذه العبارة تحتاج إلى الشارح هذه الخطبة تحتاج إلى الشارح روايات أمير المؤمنين في الإمامة ليست واحدة وثنتين بالمئات في نهج البلاغة فقط أخذ نهج البلاغة فقط في نهج البلاغة مئات من الروايات من المقاطع الشريفة عن قضية الإمامة عن الإمامة عليهم الصلاة والسلام اليوم يوم عرفة يوم عرفة طبعاً تعلمون يوم مميز أهم ما في أعمال يوم عرفة من المستحبات زيارة المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هنيئاً لزوار الحسين ثواب زيارة المولى سيد الشهداء في يوم عرفة لا يتحمله حتى بعض المؤمنين عجيب جداً من بين زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام زيارتان مميزتان إحداها زيارة عرف ثوابها لا يتحمل من قبل بعض المؤمنين حتى في الدرجة التالية بعد زيارة المولى سيد الشهداء في هذا اليوم من أهم الأعمال في هذا اليوم الدعاء دعاء طلب من الله عز وجل ووقت الدعاء أساساً هذا الوقت من بعد أذان الظهر إلى غروب الشمس هذا الوقت المميز من الدعاء في هذا اليوم الاستثناء المميز في الدعاء هناك أدعي واردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دعاء لإمام سيد الشهداء دعاء للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام طبعاً هناك دعاء ثالث للإمام زين العابدين في الموقف فيما نوقف بعرفات أما لسائر الناس دعاء للإمام زين العبدين أدعية عديدة للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة الإنسان يقرأ هذه الأدعية ويدعو يعني فقط لا يقرأ يطلب هذه المطالب بالفعل يخاطب الله سبحانه وتعالى يدعو بهذه الأدعية أحسن لا يتمكن أو قرأ بعض الأدعية في بقية الوقت يدعو يدعو طلب طلب بلسانه لنفسه لأهله للمؤمنين لعامة البشر بالهداية للأموات للصالحين الإنسان يدعو هذا اليوم يوم مميز للدعاء إلى غروب الشمس الفرصة تنتهي يدعو الإنسان لمن يحب يدعو الإنسان للظالين بهدايتهم هذه الأنوار أهل البيت كثير من الناس محرومون منها الإنسان يدعو لهدايتهم كما دعا رسول الله صلى الله عليه وعليه لهداية الظالي الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى هذه المطالب هذا اليوم يوم للمطالب نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسين ببركات الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى بحق زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يجعلنا من زوار الإمام الحسين اللهم بحق زوار الإمام الحسين أشركنا في زياراته اللهم أشركنا في أدعيتهم تحت قبة الإمام الحسين اللهم أشركهم في أعمالنا اللهم أشركهم في أدعيتنا اللهم أحفظ حجاج بيتك الحرام واحفظ زوار سيد الشهداء بحفظك اللهم تقبل أعمالهم استجب أدعيتهم أرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين وغانمين إلى غانمين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بحق محمد وآل محمد عجل فرج مهدي آل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة أنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وأنا أيضا أسألكم الدعاء في هذا اليوم وإن شاء الله لا أنساكم من الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة